نادي الزمالك ما عملش تدعمات وتوافق اللعيبة دي تأيد الموضوع هيبقى كارسة هي غالبا هيتأيده لان غالبا البطولة تتأجلت شوية فتهجلها شوية ده هيكون الدوري خلص في اللعيبة عرف يتتأيد فسوى الفكرة ان يكون الزمالك عمل تعاقدات عمل تعاقدات لكن انا النهاردة ان انت ما تشاركش في دور الابطال طبعا الموضوع بيبقى صعب جدا لكن زي ما قلتلك اما تيجي تشارك لازم يبقى سكوات ومعندك استقرار ولازم كذا كذا ممكن الفترة دي انت ما عندكش دي تلت نسخ وربعة لدوري ابطال بيخرج الزمالك من دور المجموعات والنسخة الرابعة ما بيوصلش لدور المجموعات اساسا او بيوصلش البطولة وده كله من بعد مباراة نهاء القرن والخسارة قدام الاهلي اللي الاهلي بعدها كسب نسختين جديدتين هل ممكن يكون تأثير مباراة بحجم مباراة القرن هو اللي عمل للأهلي الانطلاقة التالية وعمل للزمالك الهبوط التالي لا عارف السبب ايه انت عدت ثلاث سنين بدايتك اول مباراة هاني بص في دور الابطال لو ما كسبتش اول مباراة على ملعبك مش هتصعد مش هتصعد افتكر كده مرة مع فرقم الجزائر في الاستاد سفر سفر السنة اللي قبل اللي فاتت اللي هي قبل بتاعة فريرة دي سفر سفر مش عارفة ايه وقعدت وكان تقريبا مع مولدية كانت سفر سفر نتائج بعد كده طلعت ما كملتش السنة اللي احنا كنا موجودين فيها مع كالترون مطش بيتر وقتلكه اول مطش اتنين اتنين نفس القصة فانا بقول لك معظم بدايات البطولة الافريقية بقالك ثلاث سنين بيحصل تعادلات على ارضك اول مباراة هي دي بتبقى السبب دي بتبقى السبب الحاجة التانية انا مش عارف برضو هاني انت النهاردة لما بتشارك في بطولة افريقيا يعني احنا لما خدنا الوقت اللي كنا موجودين فيه نعم بحس الفترة دي اللعبة كان عندها تموح من اول يوم اللي تاخد البطولة انا فاكر كان عندنا مطش مع فرقة من شات كسرنا سبع صفر صدقني كان عندي احساس رغم الاخفاقات اللي حصلت وتعدلت كتير ساعتها مع بترو أتلكو وفي الجزائر مطش في الجزائر هنا وكل حاجة لكن ما تعرفش بقى الطموح ما عرفش ايلي بيحصل لكن بدايتك على طول في بطولة افريقيا بتبقى وحشة بقالها ثلاث سنين اول مباراة بالذات بتبقى بدايتك للأسف سيئة على ذكر نهائي القرن اللي قادة الاهلي في بيتسو موسماني فقد تعقد الوحدة الاماراتي منذ قليل معلنا رسميا اتمام انضمام بيتسو موسماني كمدير فني للفريق وده بعدما اعلن هو منذ يومين رحيله رسميا عن الاهلي السعودي ليتولى قيادة الفريق اللي انهى الدوري الاماراتي في الموسم المنقضي في المركز الثالث بفارق خمس نقاط عن بطل الدوري شباب الاهلي اللي توجى بالبطولة الرحلة جديدة خليجية بعد رحلة السعودية اللي جات بعد الرحلة المصرية حاليا في الامارات بتشوفها ازاي مدرب ناجح اه طبعا كل ما بيروح مع ساندونز كسب بطولة افريقيا مع الاهلي كسب بطولة افريقيا وكسب اكتر من بطولة اهلي جدة صعد اهلي جدة تاني بيروح روح انا شايف الموسماني من افضل المدربين اللي جات للكره المصرية من افضل المدربين كنت تتمنى للزمالك؟ لا انا ضد المداري بيشتغل في الآلي وزمالك لا اعرفش انا حتى اما كالترون كانت شغال في الآلي وكذا شغال في الزمالك ما تحس ولا وضد كمان المداري بيشتغل مرتين ولاية في نفس النادي يعني انا شايف دي لكن انا المداري بيجي من اهلي اين بيحصل لو ولايتين متفرقتين؟ المداري بيبقى اتهرش اتهرش اه 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 جزيه جي ثلاث مرات ومتهرش ولا مرة ممكن دي بقى مختلف شوي اه اما انت النهاردة لسه بتتعرف على امير اول مرة غير ما تبقى عارفه وبقى لك سنين وبقى لك فترة ما شفتوش وبتشوفه مرة تانية خلاص حفزت امير فانا ضد المداري بيشتغل الولايتين دي ده بتبقى صعبه اسوريو بتروح تحضر تدريبات هل بتستفيد؟ اه بتستفيد اه اللي بتشوف انه مختلف فيه بيتعف في الملعب وبيعمل كل حاجة بيديه وانا شايف انا حتى كنت بتكلم مع استاذ احمد جلال طبعا رئيس التحرير بيتكلم معاه بيجري وبيشتغل وبيحفز وبيوقف انا شايفه انا والله ما عرفه حتى ما بيشوفنيش انا بقعد في جنبي كده واقعد مع نفسي اشوف فانا شايف لكن برضو نجاح اي مدير فانا هاني لازم الخامة اللي تبقى معها كويسة عشان تبقى معرك انا كنت ضد اللي زمالك يجيب الفترة دي مضارب اجنبي لانه هيتحرق هيتحرق تناهم معهش اللعيبة اللي تقدر تنجحك همممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم انت النهاردة ما احترامي انا ما بقى يعني اي امكانية انت النهاردة في نال